إذا نحن جينا تنكية البنزين إذا جينا إلنا إذا أربع تنكية بنزين بالشهر بده المواطن هذا أقل الشي بده مصروفه تنكي بالجمعة يعني أنت إذا تنكي البنزين سعر الدولار بـ 19 ألف ليرة ونرفع الدعم بدك 940 ألف ليرة بالشهر بس حق تنكية بنزين نفس الوقت مين يضمن لك أن الدولار بيدار على 19 ألف؟ إذا نزلنا نحن بدنا تقريبا بدنا بين 8 و 9 مليون دولار بالنهار لنجيبهم لحتى نروح نشتري فيهم بده يرتفع الدولار ما بيعرف قداش بيسي مش نهايك هل إنعكاسات على المواطن اليوم يعني المواطن الليبناني قداش بده بالمينموم بالشهر عم نحكي نحن المزوط وبنزين مليون ليرة فارق أسعار مليون ليرة بنزين وعندك بعدين المطار والكهرباء يعني محروقات بده حوالي 3 مليون ليرة تخبين أكتر إذا صارت أكتر وصار عندك المطار صار بمليون ونصف مليونين الخمسية أمبير تخبين بده أكتر بس عم قلك أنا عم قلك أنا هاي دي خلينا فوت على المعالجتنا والأرقام فينا نحط قد ما بدنا وفينا زي تفهم كيف بديك تعالجيها؟ إذا بكتنتي يصير في عندك حكومة وصير عندك اتصالات واتفائيات مع سندود ناقل مؤسسات الناقل الدولية يعني بتاخد أشف؟ بتاخد تخبين أكتر ما حد أبي يعرف ناقش الموضوع؟ كيف بنا نعالجها اليوم؟ كيف تكون تساعد؟ المواطن كيف بنا نعالج موضوع اليوم؟ نحن رايحين ستنا بتخبين ما نهدي لآخر مش أكيد أنا صلي قداش بباشر إنو ما راح نهدي لآخر الشهر البيتين وخمسة وعشرين مليون دولار خلص ترجمة نانسي قنقر